إذن أعود إليك دكتور فيصل عبد الساتر يعني البعض يسأل في أقل من عشرين يوم حصل وقع أكثر من انفجارين أتحدث تحديدا ما الأسباب؟ أين الأمن؟ يعني طبعا لا يمكن أن نوجه اللوم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية ونحملها مسؤولية لأن هذا الأمر هو أمر ولكن ينتشر الكثير من الحواجز الأمنية للجلس اللبناني الكثير من التفتيشات الكثير من زحمة السير ربما كل يوم يعاني منها المواطن اللبناني في الضحية الجنوبية حتى تأمين هذه السلامة أين هي؟ دعينا نشرح الأمور بصراحة وبوضوح ونحن على شاشة الميادين ربما من يسمع هذا الكلام الآن يقول أن الأجهزة الأمنية اللبنانية وكأنها لا تمارس مسؤوليتها الأمر أكبر بكثير من الأجهزة الأمنية اللبنانية في العراق منذ أكثر من عشر سنوات وكل الحملات والمبادرات والخطط الأمنية وإقامة مناطق خضراء ممنوعة للسيارات وإلى آخره ولا تزال هذه العمليات موجودة في قلب العاصمة بغداد لقد استطاع الإرهاب أن يضرب في عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية مع أن لديهم الكثير من أجهزة الإنزار المبكر والكثير من التعقبات على المستوى اللاسلكي ورغم ذلك يستطيع الإرهاب والتفجير والانتحار أن يجد له منفزا ما أنا لا أريد أن أهوم من هذه القضية ولا أريد أن أخفف من المسؤوليات على عاطق أحد بل أقول هذا الأمر لكي أشرح وأقول أن أيضا الإرهابيين هم عقل مخطط وهم عقل مدبر ويعرفون تماما كيف يتصيادون الفرص المناسبة وتعرفين أنت الضاحية الجنوبية على المستوى الجغرافي هي مساحة صغيرة جدا بالقياس إلى المساحات الكبرى الموجودة لدى بعض البلاد العربية ومنها العراق والسورية على سبيل المثال المحافظة الأنبار لوحدها مساحتها 152 ألف كيلو متر مربع وأكثرها صحراء ورغم ذلك لا تستطيع القوات العراقية الآن القضاء على مجميع الإرهابيين بهذه السهولة المفترضة رغم أن كل المواقع مكشوفة هؤلاء استطاعوا أن يقيموا حصونا محصنة حتى داخل الصحراء بخنادق معينة إلى آخر الذي أود قوله أن عملية المسئولية الأمنية المباشرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد الانفجار الثاني الذي حصل في منطقة الرويس وبعد الاتفاق مع قوى مع حزب الله تحديدا أسندت المهام إلى القوى الأمنية اللبنانية على اختلافها إذن عفوا دكتور فيصل سنتابع وإياك هذه المشاهد للحظة الانفجار نقلا عن تلفزيون المنار إذن هي مشاهد لحظة وقوع الانفجار وهي نقلا عن تلفزيون المنار إذن مشاهدين هذه مشاهد لحظة الانفجار الذي وقع صباح اليوم في الضحية الجنوبية لبيروت وهي نقلا عن تلفزيون المنار نذكر أن وقت الانفجار كان في وقت الذروة في الضحية الجنوبية لبيروت والمعروفة بكثفتها السكانية إذن نعود مشاهدين في هذه الأثناء إلى مراسلنا عباس الصباغ وهو معنا من مكان الانفجار عباس ما الجديد لديك تفضل نعم تبين أن إطلاق النار هو لم يكن للاشتباه بأي شيء الأمور عادت إلى طبيعتها التي تلت لحظة الانفجار معي هنا أحد شهود العيان الذي يملك محلا قبالة المكان الذي ركنت فيه السيارة المفخخة سنستمع إليه ماذا رأى قبل لحظات من الانفجار أولا الحمد لله على السلامة حضرتك سيكن هون خبرنا شو صارت أنا سيكن هون وكراجي هون بس أنه أنا توضيح لكلامك أنا ما كنت هون على لحظة الانفجار بس أنا بدي واجه رسالة على الشيء اللي صار إنه لو أد ما حطونا تفجير مرة ومرتين ومئة ومليون هذا ما هيأثر على عزيمة المقاومة ونحن مع المقاومة وكل نقطة الدم فينا هي للمقاومة فدى للمقاومة فدى سرميته للسيدة حسن كمان في عندك بالمحل حدا أصيب عندي شغيلة تدرر شوي كمان والحمد لله الله صار بخير وكثير خير الله نعم هناك أيضا حديث بحسب شهود العيان هنا بالمسار التي سلكته السيارة من الجهة من اليسار الشارع الذي نحن فيه على ما يبدو أن سائق هذه السيارة اخترى الطرقات الفرعية التي تؤدي إلى هذا المكان على خلاف السيارة السابقة هنا نعود أن المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود وصل إلى هذا المكان والآن يشرف على التحقيقات الأولية بطبيعة الحال بعد ذلك قد يدلي بمعلومات أولية عن حجم العبوة ونوعية المتفجرات معنا أيضا أحد سكان هذا الحي الذي كان لحظة الانفجار هل تخبرنا كيف وقع الانفجار ماذا رأيتم هل شاهدتم السيارة قبل تفجيرها بالحقيقة ما حدا بيقدر يعرف أي السيارة الممكن تتفجر أو أي اللي مش موجود فيها المتفجرات نحن كل يوم نمرون هذا الشارع وسائبة اليوم أنا كنت بيقول الشارع وريع على الجامعة وصار الانفجار حقيقة نحن بدنا نوصل رسالة أنه نحن أصحاب علم وأصحاب ثقافي هذا الإرهاب ما بينفع معنا نحن نقول أنه ندعي كل اللبنانيين ليتوحدوا لأنه هي الوحدي وبأكد لك تمام أنه هذا اللي صار بالضاحية ممكن يصير بأي منطقة لبنانية أنا بدعي كل السياسين أن يقعدوا على طاولة حوار وحدة ويتحاوروا لأنه لبنان مصلحة للجميع ولبنان سقف واحد ممكن يقعد على الجميع بتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحة والأبرياء وبتمنى أنه تتشكل حكومي بأسرع وقت ممكن ونقدر نطلع بسيغة جديدة وببلد جديد وبجمهورية جديدة وشكرا نعم بطبيعة الحال الناس هنا يشددون على أن هذه التفجيرات لن تغير في قناعاتهم وفي مبادئهم نعم عباس هم أيضا يرسلون رسالة إلى الشركاء في الوطن للوحدة وأن التفجيرات تستهدف كل الناس هنا في المبدأ هذا كل شيء حتى اللحظة من هنا من ساحة الانفجار نعم معك طبعا فور ورود أي جديد عباس صباغ شكرا مجددا جزيلا لك أعود إلى ضيفي في الستوديو الأعلام اللبناني والمحلل السياسي الأستاذ فيصل عبدالساتر يعني الجميع يدعو اللبنانيين إلى التلاقي وإلى الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم ولكن هل فعلا الأمور بأيديهم لوقف هكذا مشاهد؟ لا طبعا الأمور أكبر بكثير من الساحة اللبنانية لنقل الأمور بصراحة أن هذا الاحتدام وهذا الصراع الذي تعيشه المنطقة هو أكبر بكثير من الساحة اللبنانية ربما الساحة اللبنانية أحدى متفرعات هذا المشروع الكبير الذي بدأ في كثير من البلدان لكن وصلت ذروته إلى ما يحدث في سوريا على سوريا أو على صخور سوريا تكسر هذا المشروع وبالتالي نحن نشهد تشظي وهذا التشظي ممكن أن يكون مؤلم ممكن أن يكون دموي لكن أعود إلى سياق السؤال الذي تفضلت به أن التصريحات السياسية في لبنان دعوة للطلاق ليس الموضوع دعوة للطلاق الموضوع هل هناك قناعة وهل هناك اقتناع بأن هؤلاء لن يكون لهم أي قدرة على تنفيذ هذه المشاريع التي أمروا بتنفيذها في الساحة اللبنانية عبر أدواتهم هذا المشروع الكبير الذي يعني راهن على سقوط بشار الأسد وراهن على سقوط الدولة في سوريا وراهن على سقوط السيد نوري المالكي وراهن على سقوط العراق وراهن على ضرب إيران ومحاصرة إيران هؤلاء لا يقرؤون في السياسة ولا يفكرون ولا يحللون أن المشهد الآن اختلف برمته وعليهم أن يكونوا أو أن يعودوا إلى أحجامهم الطبيعية نحن نقول في الساحة اللبنانية هناك انقسام هذا من حق الجميع هناك اختلاف هذا من حق الجميع هناك تنوع هذا من حق الجميع وكل بيئة ليس فيها اختلاف وليس فيها تنوع هي بيئة صحراوية إذا كان البعض يريد أن ينقل لنا صحراء المملكة العربية السعودية إلى الداخل اللبناني الأولى به أن يذهب إلى هناك ويعيش في الصحراء ويذهب لصيد الوحوش في الصحراء لكن أن يحول الساحة اللبنانية إلى صحراء يأتمر بأوامر السعودية ثم يقول أن على اللبنانيين أن لا يرتهنون إلى الخارج الأولى به أن هو أن لا يرتهن إلى الخارج وأن يعيش في داخل الساحة اللبنانية وأن يكون مع اللبنانيين نعم هناك التقاء مصالح نعم فليكن هناك التقاء مصالح هناك اتفاق وتحالفات فليكن هناك اتفاق وتحالفات نحن نقول أن تحالفنا استراتيجي مع إيران تحالفنا استراتيجي مع سوريا تحالفنا استراتيجي مع دول لديها وجهة معينة في موضوع القضية الأساسية قضية الصراع العربي الإسرائيلي هذا من حقنا أن نطوع هذه البلاد ومن حق هذه البلاد أيضا أن تكون إلى جانبنا أو نحن إلى جانبها في مشروع كبير لكن أن نحول ارتهاننا إلى الخارج لكي نكون دمى في أيدي دول هذا غير مقبول وهذا غير وارد وهذا لم يعمل به لذلك أقول نعود إلى فكرة أساسية ليس المطلوب فقط تصريحات وتلاقي المطلوب أن يكون هناك إجماع لدى اللبنانيين وتحديدا الطبقة السياسية هناك بؤر تحتضن للإرهابيين بؤر مشخصة وأسماء مشخصة وقيادات مشخصة على الأجهزة الأمنية أن تقوم بضرب بيد من حديد تعتقل من تعتقل وأن يكون هناك جردة واسعة على كل الأراضي اللبنانية وبذلك ممكن أن نضع حدا لهذا الفلتان الذي يضرب وهذا الإرهاب الأعمى الذي يضرب الساحة اللبنانية سنتابع أستاذ فايصة سأنتقل إلى مراسلتنا في مستشفى بهمن سارة الحاف هل تسمعيننا؟ نعم أولا تفضلي سارة ما الجديد لديك نعم أولا معنا هنا النائب علي عماري لقد سبق وتحدثت إلى الميدين عن ربما الوضع السياسي في موقع الانفجار لكن بعد معاينة الجرحة ماذا تقولها؟ كيف هي معنويات جمهور المقاومة في هذه الأوضاع؟ معنويات جمهور المقاومة معنويات لله الحمد هي معنويات مرتفعة وعالية على الرغم بطبيعة الحال من ألم الجراح وعلى الرغم من ألم الفراق لكن جمهور المقاومة عودنا في ظروف أقصى من ذلك بكثير وآخرها الحرب العدوانية الدولية الكبرى التي شنت على الضاحية بعام 2006 ما وجدنا من هذا الجمهور في الضاحية الجنوبية إلا كل طلابة وثبات وصمود ووفاء وانتماء وكلما يعني مس هذا الجمهور بأي سوء إن كان من خلال الحروب الإسرائيلية ضاري عليه أم من خلال العدوان التكفيري عليه من جديد الآن ما يزيد هذا الجمهور إلا صلابة وتمسكا وتترسا خلف خياراته وخيارات قيادته استراتيجية فيما يعني الملف الوطني الداخلي وفيما يعني ملف الصراع مع العدو الإسرائي وعلى رأسي المقاومة تفقدتم الجرحة يعني ماذا تقولون من بعدها تفقدنا الجرحة هناك لدينا الآن في مستشفى باهمان تسعة وثلاثين جريحان في أربع حالات هنا في غرفة الجراحة هناك شهيدين سقطة يعني رجل وصبية وأبلغت لأني بعد ما ذهبت للرسول الأعظم أن هناك شهيد ثالث في الرسول الأعظم هذه المعلومات الأولية بالنسبة لضحايا هذا العدوان الإرهابي الإجرام هل تشوف الأوضاع السياسية يعني صارت أفضل من قبل الخطاب السياسي صار أليا عن كل الأبرى من شأنه أي ساهم مثلا في تراجع هذه الأعمال الإرهابية نعم هل تسمعيني نعم سارة إذن سارة طبعا سوف نعود إليك فور ورود أي جديد لديك سننتقل إلى مستشفى الساحل مع مراسلتنا هناك جراسيا بيتار جراسيا هل تسمعيننا أيضا نعم علا يعطيك العفية نحن إذن في مستشفى الساحل إنها إحدى المستشفيات القريبة من المكان التفجير في الضاحية الجنوبية عدد قليل من المصابين نقلوا إلى هذه أنهم متفاوتة وإن سجلت بينهم حالة وفاة نطلع أكثر على تفاصيل الحالات المنصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الساحل مع مديرة قسم الطوارئ في مستشفى الساحل الدكتورة مريم حسن يعطيك العافية لو تضعيننا في تفاصيل الحالات التي نقلت إلى مستشفى الساحل منذ انطلاع الانفجار لقد وصل طوارئ مستشفى الساحل هذا اليوم خمسة جرحة ولله الحمد جروح طفيفة ومتوسطة وجوه جميعهم علجوا في قسم الطوارئ وغادروا ووصلت جسة واحدة من مكان الانفجار بما أن هذه المستشفى هي قريبة من مكان الانفجار إذا بدنا نقارنا مع الانفجار الأخير الذي صار بثنين الشهر أيضا في الضاحية الجنوبية ونقل عدد من الجرحة لهون كيف بتقارني من ناحية العدد المصابين الذين نقلوا وحجم الإصابات أنا مني قبير عسكري لقارن حجم هذا الانفجار عن الانفجارات السابقة حجم الإصابات كل الانفجارات اللي ما رأيت انفجارات مدينة لأنه أطالت ناس أبرياء ما قالوا لا ناقة ولا جمل بكل الأحداث اللي بتصيرها عم تصير بالمنطقة حجم الإصابات كانت هالمرة اليوم أقل من حجم الإصابات اللي أتت في الانفجارين السابقين وبتصور أنه بشكل عام عدد الإصابات كانت هاي المرة بالمستشفيات البجاورة لنا كذلك أقل من الانفجار السابق شكرا لك دكتورة مريم إذن عولا أود أن أشير إلى أن المستشفى إدارة المستشفى أصدرت أسماء الجرحة الذين عولجوا عندها ومعظمهم غادروا المستشفى ومنهم حسين علي حجازي الذي طلق العلاج وغادر سكن أحمد الجمال وأحمد عبدالجبار القيمي وهو سوري الجنسية بالإضافة إلى شيلبي وهي من الجنسية البنجلديشية وترون الآن أنها نائمة كانت كنا سوف نأخذ منها شهادة صغيرة إلا أن تنام وتصحو جراء ما أصيبت به من ردود نسأل الأستاذ التي يستخدمها في منزله الحمد لله على السلام علي سلمك شو اسمك الكريم؟ علي يسين نعم، وين كنتوا وقت الانفجار وشو صار معك؟ كانت بالبيت، بسانة كنت قبل الانفجار بلحظة كنت متوجه لمحلات السبعي لكي أشتري غرض للبيت سايق أفنز قدامي صف بالقوة محل ما أنا كان بدي صف هو صف سيارته واني تركت الموقف وراحت منرفز يعني معصب لأنه كنت حابة بجيب غرض للبيت من عند السبعي صدت لها محطة ثلاثة، أنا عمبي بمانزين، محطة ثلاثة، منطلع الانفجار رجعت على البيت، لقيت البنت اللي عندي طريحة الأرض مجرد منطل الانفجاري، كانت على الكرسي تقريبا، منطلع على الكرسي، لابد على الكرسي من الخوف وغمياني هاجبت على المستشفى بوسط سل الصليب الأحمر اللي هون على المستشفى الحمد لله على السلامي حج علي تفضل هذه الانفجارات ما بتزمى شعرنا كثير نحن شعب تموهز، شعب 2006 ولا انفجار، يعني إسرائيل دمرت ضاحي تدمير ممنهج للمباني هلأ في خطة إسرائيلية لتدمر الشعب تدمير ممنهج كمان لا تدمير المباني أثر فينا وعبنا رجعنا أحسن مكانات وهلأ الشعب بيبقى أصلب من الأول بكثير ما بهمنا وما يحدى يؤثر فينا لبنان بلدنا والضاحي إلنا وما حدا بيقدر يؤثر على معنوياتنا أبدا 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 لا التكفيريين ولا إسرائيل لأن الإسرائيل والتكفيريين واجهان العاملة وحدي وبيغدوا نفس الغرض ونفس الاتجاه بالأول إسرائيل كانت عم تحارب بنيابة عن بعض العرب هلأ العرب عم يحارب بنيابة بعضنا إسرائيل شكرا كثير لك وحمد الله على السلامة إذن على هذه هي لسان حال يعني معظم أهالي المصابين الذين تحدثنا إليهم وسوف نعرض تسجيلاتهم في وقت لاحق هذا كل شيء من مستشفى الساحل لدينا اسم الحالة الوفاة التي سجلت في هذه المستشفى ولكن بطبيعة الحال نمتنى عن ذكرها يعني حفاظا على مشاعر أهاليها إذن جراسيا بيتار مراسلتنا كنت معنا من مستشفى الساحل شكرا جزيلا لك إذن يعني شهيد واحد في مستشفى الساحل شهيد في مستشفى الرسول الأعظم وشهدان في مستشفى بهمن يعني الحصيلة ولو أولية هي أربعة شهداء حتى الساعة وأكثر من خمسين جارية نعم وطبعا عدد الجارحة مرجح لأن يتصاعد أكثر وأكثر كلام جميل تحدث به ضيف صحيح زميلتنا جراسيا بيتار أنه تكفر يونة وإسرائيل وجهان لعملة واحدة نعم يعني كلام جميل جدا وكلام مهم جدا ما تفضل به الأستاذ علي يسين أريد أن أشيد بهذا الكلام أولا عندما تحدث أن هناك يعني من فعل تدميرا منهجيا للضاحية الجنوبية ولبقية المناطق اللبنانية وقصد بذلك العدو الإسرائيلي في حرب 2006 ولم يستطع أن ينال من نفوس أبناء المقاومة في تلك الحرب الضروس الآن هناك من يعمل على تدمير البنى يعني البنى البنى النفسية لأبناء المقاومة عبر هذه التفجيرات الانتحارية الممنهجة وأيضا لن يستطيع بذلك بشكل أو بآخر والإشارة الأهم أنه وصف حرب 2006 أنها حرب إسرائيل بالنيابة عن بعض العرب أما ما يحدث الآن هي حرب بعض العرب بالنيابة عن إسرائيل وهذا كلام خطير جدا وهو كلام جدي وحقيقي ومنطقي وأنا كنت أريد الإشارة إليه بشكل أو بآخر لقد صبق وأشرت إليه خلال الحديث يعني بشكل سابق لكن كنت أقول أن المطلوب الآن هو ردات فعل معاكسة أو ردات فعل متقابلة هذا أمر لن يحدث لأنه يعني هذا يعني لا يتنافى مع منطقنا الأخلاقي ومنطقنا الشرعي وهنا أتحدث بصفتي كمواطن وصفتي كإعلامي وأيضا أعكس وجهة نظر قريبة جدا من هذه البيئة التي يعني تعتبر بيئة المقاومة في لبنان لأن كل المناطق اللبنانية نعتبرها هي مناطقنا وكل البيئات اللبنانية هي بيئتنا لا نفرق بين بيئة وآخرى بين مذهب وآخر بين طائفة وآخرى هذا هو عين المنطق الذي نؤمن به وهذا ما نمارسه وهذا ما يجب أن نحافظ عليه بأي شكل من أشكال هؤلاء يريدون جر هذه البيئة أو بيئة المقاومة أو المقاومة تحديدا إلى ردات فعل من هذا النوع أو إلى جمهور المقاومة إلى ردات فعل من هذا النوع هذا أمر لن يحدث سوف تعض المقاومة وجمهورها على الجراح وأن الذين يبررون لهؤلاء أفعالهم سوف يذوقون من نفس الكأس كما فعلوا في الساحة العراقية وفي الساحة السورية لن يكونوا بمنأة والذي يستبشر خيرا بهذه العمليات لن يضحك كثيرا لأنه أيضا سوف يبكي كما يبكي الآخر على أي حال لابد من التذكير أنه بعد ثوان قليلة ربما على الانفجار كان هناك تحليق تائرات إسرائيلية فوق المكان نذكر أنه بعد ثوان قليلة من الانفجار إذا ما أردنا اليوم ربط هذا الانفجار اليوم في الضحية الجنوبية بعد ساعات قليلة على كلام لرئيس طيار المستقبل سعد الحريري أنه لن أغطي القتال في سوريا ونرفض ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والأهم خطين تحت مقاومة نعم طبعا هذا كلام ليس فيه الكثير من الوعي السياسي كنت أتمنى من الرئيس الحريري أن تعلمه التجارب أكثر فأكثر في كيفية مخاطبة اللبنانيين سواء عبر رسائل مباشرة أو عبر حوار سياسي لكنه مع الأسف الشديد يغرق في بعض التناقضات وهذه التناقضات ظهرت جليا عندما كان في لهاي عبر الرسالة الأولى التي وجهها إلى اللبنانيين ثم بعد قليل غير الرسالة كليا وهذا أمر كان لافتا للرأي العام اللبناني أيضا بالأمس عندما كان هناك مقابلة معه على أحدى شاشات التلفزة أعتقد أن الرد جاء في طرابلس قبل أن يأتي الرد في الضاحية الجنوبية وهو يفهم تماما ما الذي حصل في طرابلس ومن الذي أشعل النيران في طرابلس بالأمس ومن الذي يريد أن يشعل النار في طرابلس بالأمس وهذه المؤتمرات الصحفية لبعض العلماء أو الذين يسمون أنفسهم علماء ويحملون المسئولية لحزب الله هم يعرفون تماما من الذي أشعل الرصاص في طرابلس في الجولة العشرين وماذا يريدون من هذا الموضوع ويعني المدقق واللبيب يفهم تماما ماذا أعني وأما الرسالة الثانية الرسالة التفجير للانتحار في الضاحية الجنوبية هذه الرسالة منفصلة قد لا تكون رد على سيد الحرير نفسه وإنما أيضا رد على مؤتمر جينيف 2 وعلى الذين يذهبون إلى جينيف 2 سنتحدث بالتفصيل أكثر ماذا قصدت أستاذ فيصل عبدالساتر وسأتحدث معك عن رد اليوم النائب علي عمار من أنه ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي ثلاثية مقدسة ولكن معنا عبر الهاتف الآن الشيخ محمد موعد مسؤول العلاقات العامة والإعلام لمجلس علماء فلسطين أهلا وسهلا بك معنا سعادة الشيخ بداية كيف تعلق على أو فضيلة الشيخ كيف تعلق على هذا المشهد اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت وهذا التفجير بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحن نتوجه بالعزاء إلى ذوي الشهداء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة وبالشفاء العاجل لكل الجرحة حقيقة لو نظرنا إلى هذه الحرب المفتوحة على بلادنا اليوم من هؤلاء الإرهابيين التكفيريين الذين لا يعملون إلا فقط من أجل المشروع الصهيوني لو وجدنا أن المقصود فقط هو الفتنة وزرع بذور الفتنة بين المسلمين لإبعاد الأنظار عن قضية فلسطين وتحويل البوصلة عن فلسطين وهؤلاء منذ زمن طويل لن يقوموا بأي عملية ضد العدو الصهيوني بل جل أعمالهم هي الفتن في بلاد المسلمين من العراق، أفغانستان، باكستان، سوريا، لبنان، فلسطين انتداداً لكل العالم العربي اليوم لذلك نجد أن هؤلاء أدوات لجهات خارجية بلابوس ديني يريدون أن يفجروا المنطقة ويقومون بخلط الأوراق فقط من أجل حماية العدو الصهيوني هناك عدد كبير من الشباب حقيقة اليوم يغرر بهم وكأن هؤلاء الشباب من الناحية الدينية ومن الناحية المادية ومن غسل الدماغ ومن زرع بذور الفتنة ومن الأحقاب وما نشاهده اليوم يندفعون نحو المكان الخطأ نحن نقول لهؤلاء ولأسيادهم هذه فلسطين أمامكم وهذا العدو الصهيوني أمامكم هذه الفلسطين ترزخ تحت نير الاحتلال الصهيوني هذا المسجد الأقصى اليوم وما يدور فيه من تهويد وحفريات السجناء الفلسطينيين آلاف المعتقلين الجرائم الصهيونية تفضلوا واذهبوا لقتال هذا العدو الصهيوني ليس لكم مكان في بلاد المسلمين هنا جميل جدا فضيلة الشيخ ولكن أين دور رجال الدين أيضا في هذا الموضوع اليوم كان فيه كلام للنائب وليد جنبلاط كلام جميل جدا أنه يجب إعادة النظر في أساس التربية والتوجيه الإسلامي في الجوامع والمدارس كي نحض من هذه الظاهرة التي هي قديمة جديدة نحن نقول أولا عالم الدين ينبغي أن يكون عالما فعلا وأن نعرف من هو عالم الدين وأين درس ومن أي مدرسة درس فإذا كان عالما دينيا وكان شيخا رسالته هي المحبة والمودة ووحدة الصف ووأد الفتنة والأمن والأمان وحياة الناس وأرزاق الناس وممتلكات الناس والسلم والسلام هذه رسالة علماء الدين أي شيخ مدعي أو مدعي الشيخ أو إن كان شيخا يريد أن يصعد من خلال تأجيج الفتنة المذهبية أنا أقول هو تهمة مباشرة أقول هو من صنيع العدو الصهيوني بل هو تابع للعدو الصهيوني هكذا الأمور ينبغي أن نتكلم بها اليوم وإلا من يتحمل هذه الدماء اليوم ولمصلحة من عندما نسمع على بعض الفضائيات أحد بما يسمى شيخا وهو بعيد كل البعض عن المشيخة يقول شو بحساب الشعوب إذا مات مئتي ألف من أجل التغيير أنا أقول له ولي أمثاله فليمت هؤلاء المئتي ألف من أجل فلسطين عندها نقول نعم هذا ليس في حساب الشعوب لكن أن يموت الناس في التقاطل فيما بينهم لزرع الأحقاد والفتن المذهبية أنا أخاطب أن هؤلاء ليس في مشايخ وهؤلاء مأجورين وهم أدوات ويعملون من أجل أجندة خارجية ومعروف من أجل من ومصلحة من ومن الذي يدعمهم أصلا وكيف جاءوا فجأة هبط بعض المشايخ في لبنان لم نسمع بهم سابقا وأصبحوا اليوم يتكلمون من أين جاءوا ومن أين هذه الإمكانيات ومن يدعمهم الموضوع ليس موضوع مشايخ اليوم الموضوع هناك أجندة خارجية تريد أن تخلط الأوقع وتستغل ربما ورقة الدين ربما للتأثير بشكل أسرع وأكبر فضيلة الشيخ محمد موعد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مجلس علماء فلسطين شكرا جزيلا لك على هذه المداخل أيضا معنا عبر الهاتف الكاتب والصحة في اللبنان الأستاذ جورج عالم أهلا وسهلا بك أستاذ جورج يعني بداية كيف تعلق على هذا المشهد في الضاحية الجنوبية اليوم وانطلاقا طبعا إذا أمكن أن نكون مما قاله النائب علي عمار من أنه إذا كان الهدف هو ثاني حزب الله عن دوره فنقول للعالم أجمع المقاومة هي شرف الأمة تفضل باعتقابي أن هذه المعادلة أصفحت وراءنا وبالتالي لا حاجة طبعا لإخراج حزب الله إلا بتوكيد هو ينسبه هذا عمر محشوب وبالتالي هذا المشهد الدموي لم يؤخر ولم يقدم لأنه ليس الأول من نوعه لكن أنا لي فراءة مختلفة أنا لا أستمع إسرائيل تماما عن هذا المشهد لأنها تريد الإقاع بين حزب الله وبين المخيمات الفلسطينية على خلفية مأجر من المفاوضات إذا أمكن أن تشرح لنا أكثر أستاذ جورج نبدو أن قطع الاتصال مع الأستاذ جورج علم الكاتب والصحفي اللبناني سنعود إليه إذا تمكننا طبعا أستاذ فيصل عبدالساتر سماعت ربما الجملة التي قال الجملة الوحيدة التي قال الأستاذ جورج علم هل لديك أي تفصيل حوله؟ أريد أن أعلق على ما قاله النائب وليد جملات من هذه الجمل المهمة جدا وأنا قلت في سياق المقابلة أو في بداية المقابلة قلت أن هذا الأمر موجود في المنح الإديولوجي لما يفعلون هذه الجماعات الانتحارية وهذا موجود في تاريخنا الماضي موجود لم يكن هناك إعلاما ولم يكن هناك وسائل إعلام حديثة لكي تظهر هذا النوع من الفكر المتردي لكنه كان موجود الآن بدأ يستفحل أكثر فأكثر يعني مع وجود طفرة إعلامية واسعة على كل المستويات سواء شاشات تلفزة أو وسائل الإعلام الأخرى من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها إذن هذا موجود علينا محاربة هذا الفكر هذا الفكر معروف أين مصدره وأين مدارسه ومن الذي يعمل على نشره في أفريقيا وصولا إلى باكستان وصولا إلى العراق وصولا إلى سوريا ولبنان جل الأزمة السورية وأكثر أسباب الأزمة السورية استفحالا هو انتشار هذا الفكر في كل الأرياف السورية عندما نشأ هذا الفكر عندما نشأ يعني نشأ وكان هذا هو الهدف يعني كان يخطط منذ نشأة هذا الفكر لكي نصل إلى يومنا هذا بالتأكيد بالتأكيد هذا الأمر موجود في الصومال أيضا يعني ينسى العالم العربي الآن ما حصل في الصومال وما يحصل في الصومال طيب بالصومال ما في طائفية ولا في مذهبية وكل العالم نفس القبيلة كمان يعني أكثر من هيك ما في شيء يعني من قبيلة أخرى يعني القبائل كلها تتحدر من نفس الناس يعني ما في أي اختلاف سوى أنه في ناس آخرين هذا الفكر وصل إلى نتائج المرجوة وبالتأكيد يعني هو فكر قوي على الأرض لأن هذا الفكر استقصالي وهذا فكر يغزى ويدعم بالأموال أنا أستبعد أن إسرائيل وراء هذه الأفعال بالشكل المباشر لأنه إسرائيل ممكن تجند كل الناس لكنها لا تستطيع أن تجند انتحارة إسرائيل ما عندها حور عين وكل واحد بيطلع له سبعين حورية وخمسمية وخمسين حورية وإلى أوصاف وعيونها خضر وعيونها زرق ومش عارف شو إسرائيل ممكن تجند ناس يوضعوا متفجرات يعملوا مخططات اطلاق نار كماء معينة تفجير عبوات ناسفة أي شيء تجسس اغتيال بشكل منظم لكن لا يمكن إسرائيل أن تجند انتحاريين لا يمكن لإسرائيليين أن تقول لأحد من داعش أنك أقتل نفسك وسوف تدخل إلى الجنة يعني بطبيعة الحال يعني النتيجة واحدة ولكن الأسلوب ربما مختلف بالأمس أنت كنت تسمعين أبو بكر البغدادي كان يتحدث في رسالة صوتية يقول للجبهة الإسلامية وجبهة النصرة والآخرين ممن يدينون بنفس الدين ونفس المذهب ونفس العقلية ونفس التيار أعطونا مهلين إحنا ما قتلناكم أنتم قتلتونا أنتم خنتونا وإلى آخرين لكن دعونا الآن نقاتل الروافض والنصيرية وبعدين نرجع من قاتل بعضنا القتال عندهم شأن كمن يمارس أي هواية معينة هؤلاء هذا فكرهم لذلك أقول ما قاله وليد جملات ربما قاله متأخرا جدا لكنه يدرك خطورة اللحظة أكثر بكثير من الآخرين الذين نفوا بالأمس أن يكون هناك تكفيريين بشكل أو بآخر وأعود إلى الفكرة كنت تسألين إذا أمكن أن نعود إليها كي لا ينقطع الاتصال مع مراسلنا عباس الصباغ معنا نذكر من مكاننا الانفجار ومعه بايف أعتقد دكتور كامل وزني عباس عباس هل تسمعنا عباس الصباغ نعم أنت على الهواء تفضل نعم نعم تتواصل عمليات رفع الأدلة الجنائية الجديد بحسب ما علمنا هنا من وزير الداخلية بأن نوع السيارة هو كيا سبورتيج أي مشابهة للسيارة التي انفجرت في الهرمل قبل أيام قليلة إضافة إلى ما يتداول على تويتر بأن جبهة النصرة قد تبنت هذا التفجير وتزعم بأنه رد على قصف عرسل هنا قبل قليل نقلوا إحدى الجريحات من المبنى الذي وقع أمامه الانفجار وبحسب المصادر الطبية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى أربعة شهداء موزعين على مستشفى بهمن والساحل والرسول الأعظم إضافة إلى الأشلاء من الانتحار عدد من النواب زاروا هذه المنطقة أدلوا بمعلومات بعضهم أدلوا بمعلومات أمنية كما بات معروفا بأن هناك قضيفة لم تنفجر كانت داخل السيارة بعض شهود العيان أكدوا أن مسار السيارة لم يكن مشابهة لمسار السيارة السابقة لكنها جاءت من شارع فرعي على يمين المبنى الذي وقع أمامه الانفجار وأنها كانت بسرعة فائقة أحد شهود العيان رفض الظهور على الكاميرا قال بأنه كان واقفا أمام محله قرب المبنى الذي وقع فيه الانفجار شاهد السيارة لحظة الانفجار وشاهد على الأقل شاهدين معي هنا الأستاذ كامل وزني المحلل السياسي أيضا هو من سكان هذه المنطقة ونطلع منه على هذا الوضع هنا في أحارة حريك المستهدفة بالانفجار الرابع منذ شهر يوليو تموز الفات أستاذ كامل الانفجار الرابع في هذه المنطقة أنتم من سكان هذه المنطقة ماذا تتعلقون اليوم؟ نهاية جريمة إرهابية تتتابع على منطقة الضاحية الجنوبية وعلى أهل الضاحية الجنوبية مثل ما شفنا معظم الضحايا كلهم من المدنيين والأبرياء والنساء وأطفال يستهدفهم هذا الاعتداء الأثيم وخاصة هناك رسائل إقليمية تصل إلى الضاحية بصورة تدميرية وتفجيرية وهذه الرسائل طبعا سوف يكون باعتقاد لها رد في المكان المناسب لا يمكن للضاحية الجنوبية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الإجرام الإقليمي التي تتعرض له الضاحية الجنوبية الأياد معروفة والجهة الممولة والفكر التكفيري الذي يأتي إلى الضاحية أصبح معروف ويوما ما سوف تحاسب هذه الأياد المجرمة على ما يحدث في الضاحية وأهالي الضاحية وسكانها وشعبها صمدوا في حرب تموز في الألفين وستة يعني هذه المنطقة كانت مقصوفة ومدمرة في الألفين وستة ويحاولوا أن يعودوا إلى نفس المنطقة ويزرعوا الدم والدمار والخراب خاصة بأن أفريقا لا تريد لا تسلام لا في المنطقة ولا في لبنان ولا في كل المنطقة لذلك قبل هذا تأتي إلى الانفجار قبل يوم من أنقاد مؤتمر جنيف القوى الإقليمية التي تزرع الموت على امتداد يعني السورية العراق اليمن البحرين تزرع الموت في شوارع الضاحية الجنوبية وبالنهاية الإجراءات الوقائية لن تنفع يعني الإجراءات الوقائية لن تنفع في إجراءات يجب أن تتخذ وهذه الرسالة التي يوجهها كمحل السياسي إلى كل المسؤولين عن المنطقة وعن القيادة اللبنانية يعني اليوم غير مقبول أنه يكون بس في حوازز للجيش وحوازز القوى الأمن الداخلي بتفتش وبتبحث لا اليوم مطلوب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى أنه معاقل الإرهابيين والتكفيريين يجب أن تداهم ويجب أن يعتقلوا رئيس الجمهورية ما في يقول بلاشت المحاكمات وما المحاكمات واللي حيث يتحقق اليوم مطلوب كل بؤرة إرهاب يجل أن يدخل إليها الجيش اللبناني وأن يعتقل المجرمين قبل حدوث التفجير ما يحدث في هذه المنطقة غير مقبول واليوم إذا أهل الضاحية الصابرين لن يصبروا طويلا على هذا الإجرام لأن هذا الإجرام اليوم يبلشوا بانتحاري بعد انتحاري هذا يجب أن تقطع أيدي هؤلاء الانتحاريين حتى نقطع الشر عن منطقة الضاحية الجنوبية هذه المنطقة سكانة وشعبة لن يقبلوا لا الزل ولا الهوان وهي تاريخنا وشرفنا وعرضنا لن نسكت عنه شكرا لك أستاذ كامل الوزني كان معنا من هنا من حارة حريك أود الإشارة إلى أن بعض أشلاء الانتحاري والمصادفة وجدت على سيارات تضررت من الانفجار السابق في حارة حريك هنا في الثاني من كانون ثاني يناير وجدت إحدى قدمي الانتحاري على سيارة بعيدة نحو 20 مترا من مكان التفجير وللمصادفة أيضا أن المبنى المجاور للمبنى الذي وقع أمامه انفجار اليوم قد استكمل ترميمه وهناك حتى المقهى الذي تضرر كثيرا في الذي يقع قبالة السيارة التي ركنها الانتحاري كان للتوقد أنها ترميم ما أحدثه الانفجار السابق هنا نتحدث عن انفجار وقع بعد أيام قليلة على تفجير الانتحاري في الهرمل في الخميس الفائد هناك المسافات الزمنية بدأت تقصر بين الانفجار والآخر نتحدث عن انفجار ثالث بعد انفجار أستاركو ثم الهرمل وقبله انفجار حالة حريك هنا الخوف رغم أن الناس هنا تتمسك بما تعتقد وبمبادئها لكن هناك سؤال عن الإجراءات الأمنية التي يمكن أن تتخذ لمنع انتحاري من تفجير نفسه في أي منطقة من هذه من الضاحية الجنوبية أو غيرها الإجراءات التي اتخذها أصحاب المحال ومعه البلدية حارة حريك لا تنفع على ما يبدو في وجه هؤلاء الانتحاريين لأنه عندما يأتي بسيارة مفخخة وهو أخذ قرارا بتفجير نفسه وقتل المدنيين لا يمكن لأي إجراءات أمنية أن تنفع هنا تتواصل أيضا عملية رفع الأدلة خفت الفوضى إن صح التعبير أصبح واضحا عدد الشهداء الذي ارتفع إلى أربع بحسب ما أفادنا مصدر في الصليب الأحمد قبل قليل وإضافة إلىهم أحدى الجريحات نقلت من داخل المبنى المؤلف من تسع طبقات والذي وقع أمامه الانفجار بدأت عملية إزالة الركام وبلدية حارة حريك أيضا عملت على إزالة الشرف المتناثرة والزجاج كي لا تقع على المواطنين الذين تجمعوا هنا عمليات الإنقاذ نستطيع أن نقول بأن إجلاء المصابين جميعا قد انتهت في هذه اللحظات الأجهزة الأمنية تواصل عملها في المكان للتواصل إلى تفكيك رموز هذه العملية الانتحارية الجديدة هنا في الضحية الجنوبية لبيروت بطبيعة الحال كما بات معلوم السيارة هي مصروقة وهذا أمر يتبعه مفجري الهجمات الانتحارية أو الذين يركنون سيارات مفخخة في الأماكن السكنية هناك أيضا معلومات أمنية أكدت أن القضيفة التي كانت في السيارة لم تنفجر وهو ما أدل به النائب علي عمار عبر الميادين قبل قليل معلومات عن الانتحار كما يقول شهود عيان أنه في العقد الثاني من العمر قرابة العشرين عاما كان يقود سيارته بسرعة فائقة هنا في هذا المكان في هذا الشارع شارع العريض أو شارع الاستشهادي أحمد قصير في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت في المبدأ هذا كل ما نستطيع أن نقوله حتى هذه اللحظة على إيها شكرا جديلا لك طبعا سوف نكون لم يدلي بأي معلومات بعد كشفه على مكان الجريمة ونحن في انتظار بيان للأجهزة الأمنية يوضح طبيعة هذه الانفجار وزنة العبوة التي كانت في السيارة التي انفجرت ساعة 11 والربع من قبل ظهر هذا اليوم هنا في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت شكرا جزيلا لك مرة أخرى عباس أصبغ طبعا سوف نكون معك فورا ورود أي جديد أعود إليك أستاذ فيصل عبدالساتر يعني كنت حدثني قبل قليل عن فكرة ربما خطيرة جدا حدثتني أنه هناك من ترك القتال ليقاتل الروافد يعني نحن أمام حرب مذهبية طائفية هذا صح القول قلت أن البيان الرسمي لأبي بكر البغدادي الذي توجه به عبر رسالة صوتية إلى المتقاتلون معه من التيارات الأخرى وهي تيارات أيضا يعني تنتمي إلى القاعدة بفصولها وفروعها بأصولها وفروعها قال لهم فلنترك قتالنا الآن جانبا والنقاتل الروافد والنصيرية إنها دعوة عامة لأن تكون هناك حرف ذات عنوان مذهبي سواء في سوريا أو في أكثر من سوريا من يسعى إليها فعليا؟ يسعى إليها هؤلاء هؤلاء الذين يفعلون ما يفعلونه في العراق يفعلون ما يفعلونه في سوريا طبعا رغم عدم مقابل المال طبعا رغم عدم الاستجابة انتبهي هناك فرق بين أن ترفع شعار هذه القضية لتكون هي العنوان الأساسي للقتال وبين عدم الاستجابة من البيئة الشعبية أنا لا أقول أن البيئة الشعبية في العراق استجابت لهذه الدعوة رغم أن هناك الكثير من أبناء العشائر في العراق رفضت دعوة هؤلاء وتحملت الكثير من الخسائر وقتل منهم الكثير وهم استهدفوا الصحوات التي أنشأتها الحكومة العراقية إلى أنه بطبيعة الحال نعم يعمل على استثارة العامل المذهبي بشكل كبير وعندما ينهض العامل المذهبي ننحى بمنحة آخر نحو عامل آخر يعني بمعنى حتى أبناء المذهب يجب أن يكونوا من أصحاب هذا التيار الفكري أو هذا التيار الأصولي إنها دعوة علنية للقتل دعوة علنية للدماء هذا ما يريدونه في الساحة اللبنانية ليس بالمباشر فقط وإنما بالغير المباشر ولكن طبعا هناك من يحتضن أيضا ليس فقط في الساحة العراقية ولكن من يحتضن في الداخل من الجهات اللبنانية أنا قلت أن الأمن يعني على الأجهزة الأمنية أن تعمل هناك أمنا استباقيا ليس أمنا وقائيا الأمن الوقائي ربما لا يأتي بنتيجة في أكثر الأحيان لكن الأمن الاستباقي نحن الآن لدينا معطيات على مستوى التحقيقات الأجهزة الأمنية لديها معطيات مثل ما عملوا عملية مركبة بقصة ماجد الماجد طيب ما هناك الكثير من الأشخاص في لبنان عمستوى ماجد الماجد صارت عملية بكامدلوز صارت عملية بأماكن أخرى طيب في طرابلوس مشخصين ومعروفين من الذي يمولهم ومن الذي يعطيهم المال بالمناسبة الجولة العشرين في طرابلوس بدأت عندما اعتدي على شابان من جبل محسن في داخل طرابلوس وأطلق النار عليه ما أمام مرء الناس كلهم طيب فيه حدا يقل لي بلبنان شو صار بالتحقيق قتل ابن شقيق رئيس الطائف العلوية في لبنان الشيخ أسد عاصي ويعني توفي متأثرا بجراحه في المستشفى سمعت شي حدا بلبنان عمل استنكار وضج لأن هذه الطائف قليلة لعدد ما حدا طلع استنكار ولا حدا عمل أي يعني شيء يستحق فعلا أنه هذا الشخص اعتدي عليه وقتل إذن هناك في طرابلوس من يعمل وبيعملوا مؤتمر صحفي اللي يحملوا حزب الله مسؤولية هذا الموضوع طب يا أخي ما طلع ناس مبارح أمراء محاور حطين صورة سعد الحريري وراهم وهاجموا سعد الحريري أليس هذا الأمر مفاركة كبيرة طيب يعني كيف كيف يسرحون ويمرحون بهذه الحريري معقول صورة سعد الحريري خلفه وبيطلع يهاجم سعد الحريري وبيقول له كيف تقبل أنت بحكومة وانت ما بتمثل حدا وإلى خيري يعني هناك من هو منافس لسعد الحريري وتحديدا في البيئة الشمالية يريد أن يوجه رسالة ويقول له كما كنت تشعل طرابلوس والشمال تحريضا علي شخصيا أنا أيضا ممكن أن أحرد أو أنا أو من يكون في صفه يعني البعض بيقول أنه اللواء أشرف ريفي أيضا له مصلحة في أن يكون هناك شيء ما في طرابلوس للقول أن أنا أيضا مرجعية وأريد أن يكون لي كلمتي في الساحة اللبنانية إذن نحن نعيش ضمن هذه البيئة عدت مسألتيني تحت الهوى عن موضوع الموضوع الإسرائيلي وموضوع أنه إسرائيل خلف هذه الأعمال أنا ما أقول إنه إسرائيل يعني أنه بريئة وإنه يعني إسرائيل يعني صارت هي يعني العكس كل ما يحصل في المنطقة نحن نقول أننا لو صرنا جميعا باتجاه تحميل إسرائيل لكان أفضل لنا وأشرف لنا جميعا أن نقاتل جميعا إسرائيل وننتهي من كل هذه الأمراض التي نحن فيها لكن ما فينا ضلنا نحنا نقول إنه إسرائيل 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 وأمامنا شواهد وشواخص أصبحت معروفة لذلك أقول أن إثارة العامل الفلسطيني على خلفية مفاوضات أو غير مفاوضات هذا أمر ليس الآن بعمليات انتحارية أثير هذا أمر أثير بكثير من الأعمال الأمنية تحويل المخيمات أو البعض يحاول تحويل المخيمات إلى بؤر حاضنة للجماعات المتطرفة هذا هو هدف أساسي رغم أن الفئة الأكبر من الفلسطينيين ترفض والفئة الأكبر من الفصائل الفلسطينية ترفض لكن ما تفعل يعني دعينا نضرب أمثلة ما تفعل مثلا على سبيل المثال منظمة التحرير الفلسطينية وكل فصائلها المتعددة في عين الحلوة هل المطلوب منها أن تدخل في اشتباك مسلح مع هيسم الشعبي ومع كل هؤلاء المتواجدين في المخيم إنها قضية خطيرة وخطيرة جدا قد تمس أمن المخيم برمته لماذا يتم اللجوء إلى الفلسطينيين في المخيمات هل لأنه فعلا هناك من يريد لضرب القضية الفلسطينية أم أنه لا هناك بيئة سيئة وجدت في المخيم ربما مسؤول عنها بشكل مباشر أو غير مباشر الجانب اللبناني وجعل هذه المخيمات ربما تشكل بيئة خاصبة لكي يتم استغلالها يعني خلينا نفصل هذا الأمر هذا أمر خطير وحساس جدا وتعرفي أنت الموضوع الفلسطيني في لبنان إذا ما أدليتي فيه بشكل واضح البعض بيزعله والبعض بيأخذ على خاطره والبعض بيقول أنت عم تهاجم الفلسطينيين والبعض بيقول أنت عم تبرق الفلسطينيين الفلسطينيون هم جزء من هذا النسيج اللبناني شئنا أما بينه سواء الذين أتوا في عام 1948 أو الذين أتوا في ال67 أو الذين أتوا في السبعينات أو الذين أتوا الآن من سوريا بسبب ما يحدث في سوريا كل هذا النسيج أصبح متشابك منهم من يحمل أفكار إيديولوجية سياسية على مستوى التنظيمات الفلسطينية منهم من يحمل أفكار إيديولوجية تمت إلى الإخوان المسلمين أو تيارات راديكالية إسلامية بشكل أو بآخر منهم من هو يحمل بذور ماركسية كل هذا تداخل وأصبح هناك فرن بالمخيم بتحطي هالعجيني بيطلع معاك يرغيف مش معروف كيف هو هالرغيف كيف تكتحدد المسئوليات تدخل أيضا جملة من الصلاحيات أو جملة من العوامل الأخرى على هذا الموضوع الموضوع له علاقة بالشق القانوني اللي له علاقة بالدول اللبنانية والتعاطي مع الموضوع الفلسطيني منذ زمن بعيد إلى الآن والآن وصلنا إلى ما يشبه الآن حصد أو قطف الثمار جراء هذه المعاملة التاريخية وأيضا جزء له علاقة بالموضوع الدولي يعني الموضوع الفلسطيني هو متعلق أيضا بجانب قانوني على المستوى الدولي تتحمل مسؤوليته لأمم المتحدة ومجلس الأمن والآخري ولذلك الآن حتى سوريا التي عانت الأمرين بسبب تحويل مخيم الياروق من قبل الجماعات المسلحة إلى بؤرة حاضنة ورغما عن إرادة الكثير من الفلسطينيين وطبعا بتواطؤ بعض الفلسطينيين حتى لا نبرئهم يعني وأيضا هذا يحصل في لبنان في جماعات فلسطينية متواطئة وفي أكترية فلسطينية رافضة لكن بعض الأحيان السلاح هو الذي يحكم وهو الذي يعني يكون له الكلمة الفاصل إما خوفا من الفتن والاقتطال الفلسطيني الفلسطيني إما خوفا من أن يصبح المخيم هدفا لعمليات عسكرية مع الجوار المتداخل معه سواء كان في صيدة أو في بعلبك أو في صبرة أو شاتيلة أو برج البراجلي أو أي مكان آخر وهذا أيضا حدث في سوريا مع مخيم يرموك إذن المطلوب الآن أن ينتبه الشعب الفلسطيني وهناك خطاب بالعموم وكل الفصائل الفلسطينية إلى أن ما يخطط له البعض من إدخال العامل الفلسطيني كجزء من الإثارات التي تحدث في الساحة اللبنانية هو أمر خطير ليس فقط على القضية الفلسطينية وإنما خطير على الشعب الفلسطيني الذي له علاقات امتداد وعلاقات حسن جوار وتعايش وأخوة مع كل اللبنانيين في كل المناطق يعني في بعلبك ما حدا بيعرف ابن بعلبك من الفلسطيني اللي موجود بمخيم الجليل ببعلبك في الرشدية في صور ما حدا بيعرف الفلسطيني من ابن صور وهكذا يعني هذا الأمر موجود في كل الساحة اللبنانية بشكل سريع رغم أنه يعني السعودية اليوم متهمة بالوقوف وراء هذه الجماعات التكفيرية ودعمها إلا أن هناك بوادر لتسهيل تأليف الحكومة اللبنانية في المقابل اليوم يحكي أو تحكي بعض المعلومات عن هذا الموضوع كيف هذا التناقض بشكل سريع السعودية ليست متهمة السعودية هي خلف كل ما يجري في المنطقة وهنا يعني يجب الفاصل بين السعودية بالمعنى الرسمي وبين السعودية بالمعنى العام السعودية بالمعنى العام هي التي تتحمل مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا فيما آلت إليه الأمور في المنطقة في نشر ودعم وتمويل كل الجماعات الإرهابية في كل المنطقة على المستوى الرسمي يجب تنقية الجسم السياسي السعودي من كل الأمراض وكل الجرسيم التي فتكت بسياسة المملكة العربية السعودية من سعود الفيصل إلى بندر بن سلطان إلى آخرين على نفس المنوال الذين راقى لهم منظر ومشهد سفك الدماء المتواصل في المنطقة لتحقيق أغراض شخصية وأحقاط شخصية ربما أو ربما وعدوا بأشياء من الولايات المتحدة الأمريكية أن يصلوا إلى مقاليد الحكم بشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقول أنها تحارب الإرهاب الأستاذ فيصل عبدالساتر العلامي اللبناني والكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك على مشاركتنا اليوم في هذه التقطية ننتقل إلى سيد جورج علم الكاتب والصحفي اللبناني وهو معنا عبر الهاتف كنت معي أستاذ جورج منذ بعض الوقت وحدثني عن أن هناك مخطط لأليقاع بين الفلسطينيين وحزب الله إذا أمكن أن تشرح لنا ما ودت قوله تفضل بطبيعة الحال أؤكد على خلفية ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من إسرائيل والفلسطينيين للتفاهم على اتفاق إطار للمرحلة المقبلة لا يكون لحق العودة أي مجال في هذا البحث وبالتالي باعتقادي أن هذا الأمر طبعا يؤدي إلى الإقاع بين اللبنانيين وبين الفلسطينيين على خلفية المخاوف التوطينية خصوصا وأن بعض المخيمات مع الأسف قد تحولت إلى خلايا إرهابية أو على الأقل أن هذه الخلايا ربما طبعا بعضها مشؤول عن كثير من السيرات عن التفاق أو العمل الإرهابية التي نشهدها على الشاحة منذ تفجيرات طرابلوس حتى اليوم وبالتالي هذا الأمر بقدر ما له علاقة في الصراع داخل سوريا مرتبة أكثر بمخطط يجري على مصر والمنطقة تحت شعار أعلان الدولتين أو الاتفاق الإطار لأعلان الدولتين بين كل من إسرائيل والفلسطينيين دون أن يكون هناك من حق للعودة لعودة اللاجئين وهذا الأمر خطير للغاية الأستاذ جورج علم الكاتب والصحفي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة إذن مشاهدين نتابع هذه الصور المباشرة من الضحية الجنوبية للتفجير الذي وقع صباحا اليوم في وقت ذروة في الشارع العريض في حارة حريك هو الانفجار الثاني في أقل من عشرين يوم وهو الرابع في الضحية الجنوبية حتى الآن أعداد القتلى كحصيلة غير نهائية هي أربعة شهداء موزعين على ثلاثة مستشفيات بهمن الرسول الأعظم ومستشفى الساحل وعدد كبير من الجرحة ونرى في هذه الصور عملية رفع الأنقاد ورفع الأدلة نذكر أنه بعد دقائق قليلة أو ربما ثوانا قليلة من التفجير كان هناك تحليق لطائرات إسرائيلية فوق المكان كان هناك الكثير من المواقف التي قيلت في مكان الانفجار أهم للنائب علي عمار قال أنه على بعض اللبنانيين أن يقلعوا عن سياسة التبرير لهذه العمليات وقال أن الرسالة وصلت والتفجيرات تبرر عجزة منفذيه في ساحات القتال وقال إذا كان المقصود هو ثني حزب الله عن دوره نقول لهم المقاومة هي شرف الأمة وشدد على الثلاثية المقدسة الجيش والشعب والمقاومة هذه الثلاثية قال أنه لن يستطيع أحد المساس بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبكل ما تعنيه الضحية الجنوبية من دلالات تفضل أنا أول شيء أود أن أستغرب من الذين يستغربون ما الذي جرى وكأنه لم يكن منتظرا بالعكس هذا الانفجار هو في سياق ما ستتعرض له الضحية وما ستتعرض له بيئة المقاومة ضمن بنك الأهداف الذي وضعته هذه المجموعات والذي وضعته غرفة العمليات السوداء المركزية لماذا الآن؟ الآن هو في سياق ربما كان بالأمس ما زابط معهم بالتكتيك ربما كان غدا يعني هم يحاولون عندما وجدوا هذه الثغرة في نفس مكان التفجير وكأنه المقصود ليقولوا أن هناك ثغرة في أمن الضحية فذهبوا إلى نفس المكان وفجر نفسه في نفس المكان يعني كل المقصود من التفجير اليوم فقط تصديد الضوء على أمن الضحية؟ طبعا طبعا مثل ما صار بالهرمل هناك مجموعة وضعت وترتبت وتموضعت على الساحة اللبنانية بنك الأهداف تبعها هو ضرب بيئة المقاومة في لبنان سواء كانت هذه الضربة خفيفة أو سواء كانت هذه الضربة كبيرة لهم عمالي خططواء حتى تصلي بمجتمع ربما كما يتوهمون المقاومة أو بالمقاومة لأن تأخذ قرارات معاكسة في صياق التطورات على المستوى السوري وعلى المستوى اللبناني التوقيت ربما نراه الآن عشية جناب أنا ما أني شايفه لأنه أقوله علاءة بجناب هو ضمن بنك الأهداف الذي سوف يستمر يعني يكفي توهم عند البعض وكأنه بكرة إذا تشكلت حكومة بيوقف التفجير وكأنه إذا حصل أي استحاء لا هذا الأمر له علاقة بالصراع على مستوى المنطقة ودور المقاومة فيه كيف تخدم القوى المحلية تحاول استثمار هذا الأمر بالسياسة فتذهب أولا بتغطية هذه الاعتداءات وتشكلها بيئة حاضنة لحتى تستمر ومن ثم باستثمارها بالسياسة حتى تهجم أيضا على المقاومة بتستفيد منها مثلا هلأ بتشكيل الحكومة هوني بقى الاستثمار إذا كان مقصود ضرب المقاومة كانت إسرائيل لعبت الدور لا ليش بدأت تلعب هذا الدور طالما هناك فيه إسرائيليين في الداخل طالما هناك الأذرع تماما مثل الساحة السورية هناك الأذرع التي ضربت المطارات وضربت المصانع وضربت كل شيء وتضرب الجيش السوري ليش بدأت تدخل إسرائيل حتى ترجع تعيد توحيد الأمور بالعكس الآن كما قال إيفون إفنار بالزمان سوف نضربهم من خلف ظهورهم ونزرع سكاكين أنا في خواصرهم هذا ترجمة هلأ مين عم يقوم بهذه العملية قوة مرتبطة بهذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي على مستوى المنطقة اللي أحد أهدفه الأساسية الرئيسية ضرب المقاومة في لبنان هلأ بهذه المرحلة تم تجنيد وتم يعني تفريغ العقول وزرع عقول جديدة تذهب بموجات الانتحارية باعتقادها الديني والمذهب والعنفي والمتشدد على مستوى المنطقة هل يعتقد ديني أنه فعلا لا سياسة المال هي التي خلقت هذه الحالة لا 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 فيه مال وفيه أيضا تفريغ هناك رجال دين متلفزين ومزيفين ومصبغي الإديولوجيات هم اللي زرعوا في هذا الجيل هذه المفاهيم لكي يصلوا إلى موصلنا يعني إذا توقف الدعم المالي هذه الإديولوجيا مستمرة تترنح قليلا طبعا مدى تترنح لأنه مين المحرك هم هؤلاء طبقة رجال الدين اللي بلشوا بالمساجد وغير المساجد وبالجمعيات وبكل هاي الأمور اللي عم تشوفيها جزء منهم مستثمر مقاول لهذا الدم مقاول للعقول لذلك صار فيه عندهم للأسف على الأرض مجموعات واصلة فيها أنه هي مستعدة تروح تعمل عمليات انتحارية في بيئة الضحية خدمة لمشروع مذهبي خدمة لضرب المقاومة خدمة للمشروع الأكبر هلأ هؤلاء البعض منهم فيه بزهنه عقلية بديش قول عقلية بغل ولكن عقلية متخلفة لأنه هو مش قدران يحلل ليش أنا عم يضرب بالضاحي هو متوهم أنه يضرب لهدف أساسي متوهم أنه من خلاله سيذهب إلى الجنة وأنه هم مركزه للعدو مين اللي عم بيغطي هذا الأمر هاي الطبقة السياسية واللي جزء منها 14 أزار في البلد واللي جزء منها على المستوى العربي كمان بالمنطقة هؤلاء اللي عم بيغطوه هؤلاء هم المظل لها يعني إذا ما أردنا التحدث أنه فيه مخطط لي استهدف المقاومة ودرب المقاومة عندما يقول رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أنه أنا أرفض ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هل هذه من ضمن ضرب المقاومة؟ هل تعتبره من ضمن سياق ضرب المقاومة أيضا؟ من هذا المخطط هو الآن يستثمر بالسياسة بلحظة إقليمية وبنفس الوقت اللي هني عمالي غطوا وشفنا كيف غطوا ويبرروا عمليات الضرب يبرروها وبالتالي هم مسؤولين عن هذا الدم اللي عم بيخصر ولكن له مواقف إيجابي قال نحن نقبل شراكة حزب الله ولكن مهم جدا تشكيل الحكومة أقله يكون هناك ضبط أمني ربما نستطيع مواجهة هذه الهجمات كيف بدأت تغيرها؟ شو اللي بدأت تغير فيها؟ بالشكل أنت بالبلد بحاجة لحكومة ولكن بالمضمون هل ستتوقف هاي العمليات؟ ليش بدأت تتوقف؟ ساعتها بدأت تأكد الشك باليقين على أن المجموعة اللي عطلت تشكيل الحكومة هي اللي عم تفجر ساعتها هن المتهمين يعني 14 أزال بيصير هو المتهم بالتفجير إذا كانت الحكومة بكرة هي التي استطعتها لدون ذلك